حدثنا عبد الله حدثني أبي من كتابه قال حدثناه شيم عن حصين عن محمد بن طلحة بن ركانت عن جبير بن مطعمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا فكلماني في هؤلاء لنتنا أطلقتهم يعني أسار بدر حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحبي الكفر وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قال حدثنا سفيان حدثنا أبو الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعمين يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف به هذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار قال حدثنا سفيان عن عمر عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال أضلت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف قلت إن هذا من الحمص ما شأنه هاهنا وقال سفيان مرة عن عمر عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا قلت هذا من الحمص ما شأنه هاهنا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا فقال نظر الله إمرأة سمع مقالة فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهم قلب المؤمن إخلاص العمل والنصيحة لولي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر قال حدثني عمرو بن مرة عن رجل عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع الله أكبر كبيرا ثلاث مرار والحمد لله كثيرا ثلاث مرار وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرار اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه قلت يا رسول الله ما همزه ونفسه ونفخه قالا أما همزه فالموتة التي تأخذ ابن آدم وأما نفخه الكبر ونفسه الشعر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنازة عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه قال قلت ما همزه قال فذكرك هيئة الموتة يعني يصرع قلت فما نفخه قال الكبر قلت فما نفخه قال الشعر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعدي بن الموسيب عن جبير بن مطعمين قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم القرب من خيبر بين بني هاشمين وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان فقلت يا رسول الله هؤلاء بن هاشمين لا ينكر فضلهم لمكانيك الذي وصفك الله عز وجل قال به منهم أرأيت أخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة قال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلمين وإنما هم بنوا هاشمين وبنوا المطلب شيء واحد قال ثم شبك بين أصابعه قال حدثنا يزيد قال أنا أبن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمني بن الأزهري عن جبير بن مطعمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقرشي مثل قوة الرجل من غير قريش فقيل للزهري معنا بذلك قال نبل الرأي قال حدثنا محمد بن عمر قال أنا أبن جريج قال أنا أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابيه عن جبير بن مطعمين عن النبي صلى الله عليه وسلم خير عطاء هذا يا بني عبد مناف ويا بني عبد المطالبي إن كان لكم من الأمر شيء فلا أعرف أن ما منعتم أحدا يطوف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البودان شر قال فقال لا أدري فلما أتاه جبريل عليه السلام قال يا جبريل أي البودان شر قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني أي البودان شر فقلت لا أدري وإني سألت ربي عز وجل أي البودان شر فقال أسواقها قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلامة عن عمري بن دينار عن نفعي بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سأل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر قال حدثنا عبد الصمدي وعفان قال حدثنا حماد بن سلامة عن عمري بن دينار عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال من يكلأنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر فقال بلال أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على أذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس فقاموا فأدوها ثم توضأوا فأذن بلال فصلوا الرجعتين ثم صلوا الفجر حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلامة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له قال حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلامة عن جعفر بن أبي وحشية وقال أحدهما جعفر بن اسين عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأحمد والحاشر والماحي والخاطم والعاقب قال حدثنا حجين بن المثن قال حدثنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعمين قال تذكرنا غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأخذ ملأ كف ثلاثا فأصب على رأس ثم أفيض بعد على صائر جسدي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين بن عبد الرحمني عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني سليمان بن موسى عن جبير بن مطعمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات موقف وارفع عن بطن عرنة وكل مزدلفة موقف وارفع عن محسر وكل فجاج من المنحار وكل أيام التشريق ذبح قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعمين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقال كل أيام التشريق ذبح قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه مولى آل حجير بن أبي إهاب قال سمعت جبير بن مطعمين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا أعرف أن ما منعتم طائفا يطوف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبني إسحاق قال فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شيهاب عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه جبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بالخيف فنظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل وطاعة ذوي الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من ورائه وعن ابني إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي عمر ومولى المطالب عن عبد الرحمن بن الحوير في عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه مثل حديثي ابن شيهاب لم يزد ولم ينقص قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعمين أخبره أن امرأة آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال إن لم تجيدين فأتي أبا بكر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شيهاب أخبرني عمرو بن محمد بن جبير بن مطعمين أن محمد بن جبير بن مطعمين قال أخبرني جبير بن مطعمين أنه بين هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حني علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى أضطره إلى صمرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته ثم لا تجيدوني باخيلا ولا كذابا ولا جبانا قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكري بن محمد بن عمرو بن حزمين الأنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعمين عن عمه نافعي بن جبير بن مطعمين عن أبيه جبير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلا أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له حتى نيحي بن إسحاق قال أنا أبن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن الحارث بن أبي ذباب إن شاء الله عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فقال أتاكم أهل اليمن كقطاع الصحابي خير أهل الأرض فقال له رجل ممن كان عنده ومنا يا رسول الله قال كلمة خافية إلا أنتم قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالمين أخبرني عن رجل سماه عن جبير بن مطعمين قال أراه قد سمعه من جبير بن مطعمين قال قلت يا رسول الله أن الناس يزعمون أنه ليس لنا أجور بمكة قال فأحسبوه قال كذبوا لتأتي أنكم أجوركم ولو كنتم في جحر فعلب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمة عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد عن عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمري بن مرة عن عبدي بن عاصمين عن نافعي بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا الحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه قال حسين همزه الموتة التي تأخذ صاحب المس ونفخه الشعر ونفخه الكبر قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعدي بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة قال حدثنا عفان ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن سعدي بن إبراهيم قال سمعت بعض أخوتي عن أبي عن جبير بن مطعمين أنه آت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء بدر قال ابن جعفر في فداء المشركين وما أسلم يومئذ فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن قال ابن جعفر فكأنما صدع قلبي حيث سمعت القرآن قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أنا سفيان يعني ابن حسين قال سمعت الزهري حدث عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخل الجنة قاطع قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمني بن سالمين عن رجل عن جبير بن مطعمين قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة قال لتأتي أنكم أجوركم ولو كنتم في جحر فعلب قال فأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحابي منافقين قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أهل بدر فقام فصل بالناس صلاة المغرب فقرأ بالطور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا أبن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمني بن الأزهري عن جبير بن مطعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقرشي مثل قوة الرجل من غير قريش فقيل للزهري ما يعني بذلك قال نبل الرأي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابني جبير بن مطعمين عن أبيه أن امرأة آتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال لها ارجعي إلي فقالت فإن رجعت فلم أجدك يا رسول الله تعرض بالموت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رجعت فلم تجيدين فلقي أبا بكر رضي الله عنه قال حدثنا يونس عن الزهري عن سعيدي بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لعبد شمس ولا لبان نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لباني هاشمين وباني المطالب وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم وعثمان من بعده منه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن بابيه قال سمعت جبير بن مطعمين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعرف أن يا بني عبد مناف ما منعتم طائفا يطوف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حمد عن جعفر بن أبي وحشية عن نفعي بن جبير بن مطعمين عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأحمد والحاشر والماحي والخاطم والعاقب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب قال معمر قلت للزهري ما العاقب قال الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه وكان جاء في فداء الأسار يوم بدر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا أبن جريج قال أخبراني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابه يخبر عن جبير بن مطعمين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عطاء هدايا يا بني عبد المطالب يا بني عبد مناف إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرف أن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار وقال ابن بكر أن يطوف بهذا البيت قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعمين عن محمد بن جبير بن مطعمين أن أباه أخبره بينه ويسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ناس مقفله من حني علقه الأعراب يسألونه فاضطره إلى صمرة فخطفت رداءه وهو على راحللته فوقف فقال ردوا علي ردائي أتخشون علي البخل فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجيدون باخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن أخطأ معمر في نسب عمر بن محمد بن عمر وهو عمر بن محمد بن جبير بن مطعمين حثنا محمد بن بكر قال أنا أبن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن جبير بن مطعمين قال أضلت جملا ليوم عرفة فانطلقت إلى عرفة أبتغيه فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقف في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه قال حدثنا أبو اليماني قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعمين أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعمين أنه بينه ويسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني نحو حديث معمر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبن أخي ابن شيهاب عن عمه قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعمين أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعمين مطعمين أنه بينه ويسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعمين أنه بينه ويسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقف له من حني فذكر معناه قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني أبن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمني عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه قال قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من في الأرض فقال رجل من الأنصار ولا نحن يا رسول الله فسكت قال ولا نحن يا رسول الله فسكت قال ولا نحن يا رسول الله فقال في الثالثة كلمة ضعيفة إلا أنتم قال حدثنا وكيع عبد الرحمن عن سفيانا عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعمين قال تذكرنا الغسلة من الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وقال عبد الرحمن ذكرت الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأخذ بكفي ثلاثا فأفيض على رأسي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة حدثنا النعمان بن سالمين قال سمعت أنسانا لا أحفظ اسمه يحدث عن جبير بن مطعمين قال قلت يا رسول الله أن أناسا يزعمون أنه ليست لنا أجور بمكة قال لا تأتي أنكم أجوركم ولو كان أحدكم في جحر فعلب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال حدثني جبير بن مطعمين أنه جاء وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من خمس حني بين بني هاشمين وبني المطلب فقال يا رسول الله قسمت لأخواننا بني المطلب وبني عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أره هاشم والمطلب شيئا واحدا قال جبير ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشمين وبني المطلب قال قرأت على عبد الرحمة مالك وحدثني حماد الخياط عن مالك عن ابن شيهاب عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب وقال حماد إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمري بن مرة عن عاصمين العنزي عن ابن جبير بن مطعمين عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في صلاة فقال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله بكرة وأصيلا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال عمر وهمزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر قال حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن سعدي بن إبراهيم قال سمعت بعض أخوتي يحدث عن أبي عن جبير بن مطعمين أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء المشركين وقال بهز في فداء أهل بدر وقال محمد بن جعفر وما أسلم يومئذ قال فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب وهو يقرأ فيها بالطور قال فكأنما صدع قلبي حيث سمعت القرآن وقال بهز في حديثه فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع سليمان بن صرد يحدث عن جبير بن مطعمين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا